بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين حد شرب المسكر المسكر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي سواء كان مائعا كالخمر أو جامدا كالمخدرات والخمر ما خامر العقل سواء كان من العنب أو الرطب أو الشعير أو البر أو غيرها قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ولا فرق في حرمتها بين أن يشربها للذة أو لعطش لأنها تزيد العطش أو لتداو أو غيره والخمر هي أم الخبائث قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهي أخطر من المخدرات وغيرها وحرمت لحكم كثيرة منها أنها رجس من عمل الشيطان وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتفقد صاحبها عقله فلا يجد ما يعقله عن المنكر حكم شارب المسكر أن يعزره الحاكم بما لا يقل عن أربعين جلدة وللحاكم أن يزيد عليها إذا رأى المصلحة في ذلك وقد قضى عمر رضي الله عنه بثمانين جلدة فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة جمع لأعيش شكرا 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 شكرا